أعضاء المجلس الأعلى لقضايا الدولة تبرع بثلاثة ألاف جنيه من كل منهم إسهاما في المجهود الحربي الخاص بتلك المهام الوطنية السامية التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب وأضح الأمين العام لقضايا الدولة المستشار محمد عبداللطيف أن كافة مستشار الهيئة والعاملين بها يقفون صفا واحدا خلف قواتهم المسلحة في حربها ضد الإرهاب الأسود في سيناء وكافة أنحاء الجمهورية اشتركوا في القناة